بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات النحو العربي وهي بعنوان نشأة النحو العربي قد يسأل سائل ويقول لماذا نشأ علم النحو وكيف بدأ وكيف كانت بذرته الأولى نبدأ أولا في تعريف معنى النحو فالنحو في الأصل هو مصدر من الفعل نحا ينحو إذا قصد الإنسان شيئا ويقال نحا له وأنحا له وسمي العلم بكيفية كلام العرب في إعرابه وبنائه نحو يعني النحو هو علم بكيفية كلام العربي في الإعراب والبناء لأن الغرض من علم النحو أن يتحر الإنسان في كلامه كلام العربي في إعرابه وفي بنائه وطريقتهم وطريقتهم في ذلك وحد علم النحو أنه علم مستنبط أي مستخرج مستنبط بالقياس والاستقراء من كلام العرب الأساس في علم النحو أن قواعده استخرجت واستنبطت من كلام العربي من شعرا ونسرا من شعرا ونثرا ومن كلام الله ومن الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه القواعد النحوية مستنبطة من كلام العرب ما هي البدايات الأولى وكيف ولماذا نشأ النحو النحو في الأساس نشأ للحفاظ على لغة القرآن وعلى القرآن الكريم من اللحن لماذا لأن القرآن عندما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لغة العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام نقية فصيحة صافية لا تشوبها شوائب من اللحن فلما سطع نور الإسلام وانتشر خارج جزيرة العرب وجزيرة العرب هي مهد اللغة العربية وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا اضطر العرب أن يختلطوا بغيرهم من الأعاجم والأعاجم لغتهم تختلف عن اللغة العربية تربوا على لغات أخر في سائر الأمصار أي في سائر البلدان المفتوحة التي فتحها المسلمون تطلب هذا أن يفهم الناس بعضهم بعضا من أجل التجارة والمنافع والتعليم وغير ذلك فسمع العرب من الأعاجم وسمع الأعاجم من العرب فنتج عن هذا التخاطب والإصغاء بين الطرفين فساد في اللغة أي فساد وتغير في طريقة نطق اللغة العربية الفصيحة في مهدها في الجزيرة العربية لها طريقة ولكن عندما خرجت خارج حدودها واحتك العرب بغيرهم بدأ يظهر اختلاف عن الأصل الذي نشأت فيه وشاع بين أوصاة الناس هذا اللحن فهب أولمها والعقول النيرة من المسلمين ينظرون في اللحن ويحذرون من انتشاره بين المسلمين وهذا اللحن كانت بذوره الأولى من بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ رجلا قرأ فلحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد أخاكم أيدلوه على الصحية بذوق النبي صلى الله عليه وسلم اللغوي الفصيح قال أرشد أخاكم دليل هذا هذا دليل على أن هذا الرجل قد لحن وأخطأ في اللغة ومما لا شك فيه أن ظهور اللحن وانتشاره وزحفه إلى القرآن بعد الفتحات الإسلامية وكذلك إلى الحديث النبوي الشريف هو الباعث الأساسي على تدوين النحو لماذا؟ للحفاظ على اللحن وللحفاظ على القرآن وعلى السنة من اللحن ومن الخطأ هذا ونكمل في محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى الحديث عن بعض المدارس النحوية فإلى لقاء جديد